السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاندوميسازين لبوس يعتبر واحد من اقوى مسكنات الالم ومضادات الالتهابات الموجودة في الصيدلية ولكن الفعلية الكبيرة بتاعته بتيجي مع بعض الاثار الجانبية النهاردة نتعرف مع بعض على فعالية ودواع الاستخدام بتاعت تحميل او لبوس الاندوميسازين هنعرف ايه هي الجرعة والاستخدام الصحيح وهنتعرف برضو على اهم الاثار الجانبية وموانع الاستخدام انا حسام خلف ودي قناة صحتك في خمسة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد دواء الاندوميسازين بيقلل قدرة الجسم على تصنيع عوامل الالتهاب لبروستاج لندن وبالتالي بيساعد على تقليل حدوث التورم تقليل السخنية واللحمرار مكان الالتهاب وتقليل الشعور بالالم يعتبر واحد من اقوى مضادات الالتهاب ومسكنات الالم من مجموعة النونسترويدل ولكن الاستخدام بتاعه محصور فيه ثلاث استخدامات اساسية رقم واحد علاج روماتيزم المفاصل وخشونة المفاصل وقلام العضلات والعظام رقم اثنين التحكم فيه قلم نوبات النقرس الحد ومع بداية استخدام بعض الادوية اللي بتقلل نسبة املاح النقرس في الدم واللي بيكون المفعول بتاعها مصاحب بزيادة في خطورة الاصابة بنوبات النقرس واللي استخدام التالت مع السيدات لعلاج الام الدورة الشهرية نصف عاما عشان نحصل على افضل مفعول لدواء الاندوميسازين ونتجنب الاثار الجينبية يجب ان احنا نحافظ على ثلاث نقاط رقم واحد الالتزام بالجرعة الموصوفة من الطبيب ومدة العلاج رقم اثنين استخدام اقل جرعة ممكنة من الدواء لأقصر وقت ممكن ورقم ثلاثة تجنب استخدام اي مسكن من مجموعة النانسترويدل في نفس الوقت مع دواء الاندوميسازين او مع لبوس الاندوميسازين زي ادوية الكتافلام الفولترين الكتولاك الالفن الافلام وغيرها من انواع المسكنات وده لان الاستخدام المتزامن بين دواء او لبوس الاندوميسازين مع المسكنات من مجموعة النانسترويدل بيضعب بشكل كبير جدا خطورة الاصابة به الاثار الجينبية بدون فايدة اضافية جرعة لبوس الاندوميسازين ليه علاج روماتيزم المفاصل وخشونة المفاصل والألام العضلات والعلاج ألام نوبات النقرس الحادة والألام الدورة الشهرية عند السيدات بتكون اقصى جرعة هي 200 ميلي جرام على جرعتين او لبوسها مرة الصبح ومرة بالليل كلودين جدوز او كجرعة بداية في الاستخدام ومع الوقت ممكن الدكتور يمشين على جرعة مدومة وهي لبوسها واحدة كل يوم بالليل موانع الاستخدام بتاعة لبوس الاندوميسازين رقم واحد اي حد عنده خطورة من او تاريخ من نزيف وقرحة المعدة والاثنى عشر رقم اتنين الناس اللي عندهم سيفير هارتفالير او ضعف جديد في عضلة محذير الاستخدام الخاصة بالاندوميسازين لبوس رقم واحد مع مرضى الكلة وده لان دوال الاندوميسازين بيقلل وصول الدم للكلة وبالتالي بيزود خطورة الاصابة به تلف انسجة الكلة ومع الاستخدام لفترات طويلة بجرعات عالية ممكن يؤدي الى الاصابة به الفشل الكلوي والخطورة دي بتتضاعف مع مرضى ضغط الدم المرتفع ومرضى سكر الدم ومرضى القلب اللي بيكون عندهم خطورة اصلا من الاصابة به امراض الكلة رقم اثنين مرضى ضعف عضلة القلب وامراض شرايين القلب زي قصور الشريان التاجي او المرضى اللي عندهم تاريخ من الاصابة به جلطات او سكتات دماغية ما قلنا في اول الحلقة دواي الاندوميسازين دواق فعال جدا وقوي جدا كمسكن للقلم ومضاد الالتهاب ولكن دي بعض الاثار الجانبية رقم واحد تفاعلات حساسية زي اي دوا ممكن تظهر في شكل هرش وحكة في الجلد وممكن تتطور مع الوقت اللي هي تورم الشفايف وي الجفون واللسان وممكن تؤدي الى هبوط ضغط الدم وصعوبة في التنفس رقم اثنين نزيف المعدة وي نزيف وقرحة المعدة والاثنى عشر والدوا بصف عامة بيقلل الصفايح الدموية وبيزود خطورة النزيف رقم ثلاثة عدم انتظام ضربات القلب الامساك والاصابة به ضيق الشعب الهوائية البريفرال وي البالمونري اديمة او تجمع السوائل في الاطراف وعلى الرئة غثيان ومين اللي القيء ويشعور بالاجهات في نقطة في غاية الاهمية للسيدات اللي بيستخدموا لبوس الاندوميسازين ان استخدام المسكنات بصفة عامة وي لبوس الاندوميسازين بيقلل قدرة الجسم على التبويد وي حدوث الحم والنقطة التانية المهمة ان لبوس الاندوميسازين لا يفضل استخدامه مع مرضى الكب وده لان الدواء بيسبب تورم الاطراف وتجمع السوائل على الرئة وفي نفس الوقت ممكن يزود خطورة الاصابة بنزيف المعدة